يلا مينا نعمل صنف بسكوت خطير مقادير سهلة جدا هتلاقوها عندكو في البيت يعني اربع مكونات بس وحاجة طحفة كوبايتين من الدقيق هنحط عليهم اربع معالق كبار من الزبدة الطرية ومعالقة من السكر البودرة ونفرق بقى كل الكلام ده بقدينا كده لغاية ما يبقى شبه المرمل كده رملة كده ومعانا بقى لبن اللبن هو اللي هيلم معانا العجينة هنحط شوية بشوية لغاية ما العجينة تلم معانا على طول ممكن تحتاجي اتنين من الفنجال اللبن او تلاتة بالكتير اول ما تتلم خلاص ما بنفضلش نعجن فيها لان دي عجينة بسكوت هناخد بقى حتة كده ونبرمها طويلة زي ما انتوا شايفين ومعانا بقى الشوكة هي اللي هنعمل بيها شكل على البسكوت من فوق كده ويدوسي عليها ضغطي جامد علشان الشكل يفضل معلم من فوق والشكل ده مش هيروح ولا حاجة لان احنا مش حطين ولا بيكينج باودر ولا حاجة فهيبقى العجينة محافظة على النقشة بتاعتها اللي احنا عملينها دي ونقطعوا بقى كده مربعات ونشيل اي زيادة كده ايوا وبس خطيرة صنية فرن ونرصوهم وندخلهم فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص من 10 دقيق ل 12 دقيقة واول ما يستوهم هنخرجهم على طول يهدوا بيبرادوا ويبقوا جاهزين بقى للتزيين خطيرة انا جبت قالب من الشوكولاتة كسرته وسيحته في المايكروهيم علشان نغطس فيه البسكوت نص كده البسكوتة هغطسها في الشوكولاتة لغاية ما خلص الكمية كلها وطبعا التزيين ده بقى بتاعكم حسب ما انتوا عايزين ممكن تغطسوها في شوكولاتة بيضة ممكن كمان نحط فوق الشوكولاتة مكسطرات مجروشة او ممكن نحط برضو سبرينكلز يعني زي ما انتم عايزين او تعملوها سادة كده لازيزة وحلوة قوي ومقادرها بسيطة وطعمها جامد جدا يعني ان شاء الله هتجربوها وهتشوفوا قد ايه خطيرة هنسيبها الشوكولاتة تجمد عليها او ممكن ندخلها التلاجة شوية بس الشوكولاتة تمسك وخلاص تنفع بقى في الفطر وفي العاشة مع الولاد في المدرسة لازيزة جدا وطبعا للضيوف خطيرة اجربوا الوصفة متأكدة انها هتعجبكم قوي لانها سهلة ولازيزة ان شاء الله من فضلكم لو عجبكم الفيديو والوصفة اعملولوا لايك وشير